بسم الله الرحمن الرحيم أكسم بالله العظيم أن أكون أمسكاً بكتاب الله وسن في رسوله مطلطاً لديدي ووطني وامتي السادس عشر من يوليو ثمانية وسبعين يوم شهد النظام الجمهوري فيه أول عملية ديمقراطية رسخها المقدم علي عبدالله صالح بأن طلب من مجلس الشعب آنذاك أن تكون ولايته بموافقة وتصويت من أعضاء المجلس ليختار بهذه الطريقة لليمن نهجاً ديمقراطياً تأسس منذ أول يوم حكم فيه الرئيس في السابع عشر من يوليو الف وتسعمائة وثمانية وسبعين ثلاثة عقود ونيف بدأها بتأسيس الشورى بدأها بالديمقراطية وأختتمها بالديمقراطية هذه هي الديمقراطية الحقيقية التي أرسى مداميكها الزعيم علي عبدالله صالح في علم السياسة تنبئ البداية عن حسن الختام وما يوم الحادي والعشرين من فبراير من العام الفين واثنى عشر إلا خير شاهد على عصر ذهبي عاشته اليمن متنقلة بين مرحلة وأخرى متكئة على طوط ديمقراطي عظيم قبل يوم الحادي والعشرين من فبراير رفض الرئيس علي عبدالله صالح كافة المؤامرات التي حيكت على اليمن على مدى إثنى عشر شهرا فيما تسمى بثورة الشباب ورفض أن يترك البلاد وحبلها على الغرب وسعى لنقل السلطة إلى سلفه بطريقة ديمقراطية رغم ما تخلل العام الفين وأحد عشر من انحراف بقطار الديمقراطية عن سكته بالخروج إلى الشارع والاحتكام والارتهان لقوان خارجية زعزعت الأوضاع ولم تنى القيد أنم له من النظام الجمهوري الديمقراطي الذي كان راسخا ومتماسكا إلى يوم الانتخابات في الواحد والعشرين من فبراير برغم الآلام والجراح وبرغم محاولة التخلص الفاشلة التي تدخلت فيها العناية الإلهية في مسجد دار الرئاسة كان حرص الرئيس علي عبدالله صالح على سلامة النظام الجمهوري أكثر من حرصه على نفسه بأن تعافى وشرع في فرض مبادرة رعتها دول الجوار كانت خارطة حل وإنهاء للانقسام وختام ديمقراطي غلب فيه المصلحة العامة على الانتقام الشخصي سلمت للسلطة طواعية مش بالاعتصامات ولا بقطع الضرقات ولا بجبشين على بيبنط ولا بقطع الكهرباء سلمتها طواعية حرصا منه وحرصا منه المؤتمر الشعبي العام على عدد إراقة الجرق اليمن لأن الدم اليمني غالي أغلى من الكرسي أغلى من السلطة أغلى من الجاة أغلى من المال هذا الدم يمني وعد الرئيس علي عبدالله صالح الشعب اليمني بتسليم السلطة ديمقراطيا بعيدا عن الإنقلابات وإثارة الفتن والفوضى وكان للشعب اليمني ما طلبه بأن هب أبناء اليمن في الواحد والعشرين من فبراير حاملين على أكتافهم حكمة وإيمان صوب صناديق الاقتراع في عملية ديمقراطية استفتائية نقلت السلطة إلى نائب الرئيس وأنهى بذلك الزعيم علي عبدالله صالح فترة حكمه ديمقراطيا وكان للشعب أن يشهد على نقل السلطة بعدها بأسبوع واحد في دار الرئاسة على مرأة ومسمع من القوى السياسية الداخلية والدولية إن الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي وفوز الرئيس عبدالربو منصور هادي بذلك نكون قد دخلنا في مرحلة جديدة يصادف يوم الواحد والعشرين من فبراير من العام 2012 آخر يوم ديمقراطي لليمنيين يوم وطني أكمل به الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح لوحة فنية يمنية وطنية أدخلته التاريخ من أوسع أبوابه وما أحوج الشعب اليمني للعودة إلى سكة الديمقراطية والابتعاد عن نظريات الاستفاء الإلهي والخلافة الإسلاموية الزائفة للخروج بالبلاد من معمعة الشتات والضياع نم يا سيد الشهداء فقد رسمت لليمن نهجا حكيما كتبت كل مرحلة منه بماء الذهب محمد الصار اليمن اليوم